بلت إسعاد يونس طبعاً أنا عارف أن أنت وابنها كنتوا مشتركين في بيزنس هي لما شافتني عرضت علي ساعتها شراكة وبرضو طب أقولت ده في البرنامج لما ظهرت معها هي لما تشاركت مع الفنانة والمنتجة والعبقرية هي كمال وحبيبتي إسعاد يونس لما تشاركنا في شركة وأنا عندي بقى 18 سنة ساعتها أو حاجة شوفوا يعني يوم أجبتني كنت في الشركة كنا خلاص بنأسسها هي ما شاركتنيش بفلوس ولا ديتني فلوس هي شاركتني بمقر للشركة محاسبين محامين ومعلومات وخبرة وعلاقات وحاجات هي نقتني أنا ليه بالذات سمعت كلام عجبها سمعت كلام عجبها قالت والله الولد ده قد يكون فيه إيه فيه بوتانشل أو فيه يعني أنه حاجة واحدة بالضبط كده فهو ده اللي أنا عرفت الحمد لله أن أنا بتدي به أن أنا أعمل أفكار كويسة أجتهد وابتدي أدور أجتهد في أن أنا أبتدي ألاقي أعرف أوصل إزاي للشخص اللي هعرض عليه الفكرة دي وده مش حاجة سهلة عشان بس أنفي عن نفسي أنا باعتبرها تهمة أنه أنت آه أنت أهلك تدوك فلوس آه أنت فلان وراك رجل أعمل دي مهمة النقطة دي جدا 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 كل دي رأس ملكه ده الحمد لله الحمد لله وبدأت الأمور صغيرة جدا 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 أنا أول ألبم أنتكتو اللي هو ألبم دنيا سامير غانم اللي كان فيه أغنية قصة شتا نكحت أوي ساعتها أنا ما صورت شواء لأغنية بالألبم ده يعني يفيش كلب ليه عشان الكليبات مكلفة أكتر جد معيه شلوس كانت قدرتي هي أن أنا أعمل كلمات وألحان وتوزيع اللي هي بتتعمل في إطار دي فساعتها أمير تعيمة شاعر مهم وجبير جدا 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 ووافق يعمل معي الألبم من غير ما ياخد ولا فلوس إلا لما بأبيع حقوق الألبم هو آمن بي وعمل كيف طبعا مادي الموزع عملنا ستوديو صغير جدا وبدأنا نعمل الألبم بتاع دنيا فجيت عند التصوير تكليف التصوير وقتها بالنسبة لي ما كانتش متاحة ففيه مطربة زكية جدا وفنانة زكية جدا جدا اسمها دنيا سمير غانم أختي وشريكة نجاحي لده أنت عملت لها حاجات كثيرة وكل الخطوات وأنا يعني هي كل ناس عارف أن هي مميزة يعني عندي جدا وليها مكانة عندي عزيزة جدا قبلت أنها تشتغل مع شاب صغير أصغر 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 واحد موجود في السوق ما ليش أي تقريبا سوابق غير حاجات بسيطة جدا بدون أجر صوت ما خدتش أجر صوت بدون ما أقول لها أنا هسور لك خمس أغاني وهسورك وأعمل لك الصورة ما تقليهاش البحر تحين أنا 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 سمعتها أغاني حلوة عجبتها قالت لي يلا بينا نشتغل وعلى القدر اللي موجود عجبتها الأفكار فكرة الكلمات اللي بتنزل بتترسم بالجرافيكس كانت ساعتها أول مرة تتعامل فبدأت كده كبر الموضوع بعد ألبوم دونيا الحمد لله كان برضو عشان كده دايما بقول لها وشك خير كبر الموضوع بعد كده الشركة دخل لها دخل معقول فبدأ تنتك تاني في أنتكت الأنغام وأنتكت لتامر حسني وأنتكت سينجلز للمطربين وبدأ الموضوع الحمد لله يكبر بقى أن أنا دخلت في إنتاج المسلسلات وبعد كده عملت إعلانات زي إرسم أغاني أنا عارف أنت